أكد سمو الشخيسة بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن مملكة البحرين بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حققت العديد من إنجازات في قطاع سباقات الخيل وستواصل بعزيمة أبنائها كافة المساعي لتطوير هذا القطاع والدفع به نحو مستويات أكثر تقدما على الصعيدين الإقليمي والعالمي جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع الهيئة العليا للنادي الذي عقد مساء اليوم حيث استهل سموه الاجتماع برفع أسماءات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكافة أبناء البحرين داعيا سموه المولى تعالى أن نعيد هذه المناسبة على الجميع بمفور الصحة والسعادة نوها سموه بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام لقطاع سباقات الخيل والتي تعكس أهمية هذه الرياضة الأصيلة مشيرا إلى أن العمل مستمر في تبني البرامج والاستراتيجيات التي تعمل على تطوير هذا القطاع في المملكة وتسهم في ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الرياضية الجاذبة للمواهب والاستثمار استعرض الاجتماع النجاح الذي تحقق خلال الموسم 2021-2022 في تنظيم السباقات المحلية والدولية بما فيها مهرجان سباق الخيل الذي أقيم على كأس جلالة الملك وكأس سمو للعهد للخيل وسباق البحرين الدولي في نسخته الثالثة وبطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل حيث ثمن سموه الجهود الكبيرة التي بدلتها طواقم الإدارية والفنية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل خلال الموسم المنسرم مشيدا بدعم الرعاة والشركاء الذين لعبوا دورا أساسيا في انجاح الموسم وكافة فعالياته وأنشطته بعدها استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتم بحث عدد من المقترحات بشأن تطوير البنية التحتية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كما نقش الاجتماع عددا من الجوانب الفنية للمخطط العام لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى جانب استعراض الازنامة فعالية النادي خلال الموسم 2022-2023 اشتركوا في القناة